أكد رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراجوانس التطلع إلى مساعدة الشعب اللبناني على استعادة سيادة القانون كاملة كي ينعم اللبنانيون وعائلاتهم بالسلام والسكينة وشدد على أن مهمة تحديد مكان وجود المتهمين في اغتيال الرئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري واحتجازهم باتت أشد الحاحن باراجوانس وفي خلال تقريره السنوي الرابع عن أنشطة المحكمة أشار إلى أن مكتب المدعي العام سيكون مستعدا للمحاكمة في موعد لاحق من العام 2013 كاشفا عن إنشاء الأدعاء فريقا جديدا مكرسا للنظر فيما إذا كان ممكنا اعتبار عمليات اغتيال أخرى عمليات متلازمة مع اعتداء الرابع عشر من شباط عام 2005